سهلا خياركم للتحية للأهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة أهلنا وسهلا بكم بعد ساعات قليلة جدا من فوز مهم على المقاولين ومزال الأهلي يحافظ على العلامة الكاملة في مشواره في كل البطولات حتى وإن كان الأداء مش مقنع بنسبة 100% حتى وإن كان الأهلي بعد العودة من فترة التوقف مش بنفس القوة ومش بنفس الحلاوة ومش بنفس الإثارة بتاعتما قبل التوقف لكن الحقيقة الفوز مهم طبعا طلعا الجيش بس المهم وخصوصا التوقيت لأنه أنت رايح لمباراة يوم الأربع اللي جاي في منتهى الصعوبة تتكلم على مباراة المحلة في المحلة كلنا عارفين طبعا ما تبقى مباراة دايما برا الحسابات وبرى التوقعات وخصوصا أنها يعني هو الأكيد أنها من المرات الندرة واللي ممكن ممكن تكون المرة الأولى من نوحها اللي يكون مباراة على صدارة جدول الترتيب تتكلم على متصدر البطولة حتى اللحظة نادي الأهلي والوصيف نادي غزل المحلة فالمباراة دي فيها من الدوافع كتير جدا الأهلي يهمه يحافظ على مشواره كله انتصارات والمحلة طمعا أنه يفوز بصدارة الدوري حتى ولوه بشكل مؤقت وخصوصا أنه المباراة على أرضه وعلى أرضه دي بتزود شوية من الصعوبة احنا عارفين كلنا ملعب المحلة طول عمره الحقيقة واحد من الملعب الصعبة جدا اللي بيلعب فيها الندي الأهلي هنتكلم على مطش مبارح مع الطلاقة ونتكلم على مطش الأربع اللي جاي خصوصا طبعا أنك بتتكلم على مباراة لها حسابات كتيرة جدا يمكن النهاردة في كلام على الجهاز الفني لغزل المحلة يرحل يبقى لسه الأمور مش واضحة بشكل كبير جدا هل ده ممكن يأثر على يعني فرص المحلة في المباراة اللي جاي على كل أحوال هنتابعه نشوف أما عن كاس العالم فالكلام كتير جدا والنهاردة طبعا هنقرأ مع حضراتكم دور الستاشر والمواجهات اللي بدأت بالفعل بالمواجهة الأولى بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية ونرجع نبدأ حلقتي خلينا نبدأ أخبارنا بالأهل وزي ما قلت فوز مباراة للطلاع فوز مهم جدا لأكتر من سبب واحد أنك أنت تتحفظ على صدارة البطولة وتستفيد من تعثر المنافسين الآخرين يعني طبعا الزمالك تعادل مع المصري وفقد نقطتين كده في بداية المشوار تتكلم على أربع جولات فقد أربع نقاط والمنافس أكيد طبعا الرئيسي لك هو نادي الزمالك يجي في الصورة بيرامدز يجي في الصورة الاتحاد والمحلة أنا بكلم على رقميا يعني أو حسبيا يعني بالحسابات المحلة والاتحاد بدين بداية كواسة جدا نسيزن ده ما تقدرش تستبعد بيرامدز حتى ولو بدايته مش أحسن حاجة وما تقدرش كمان تستبعد الزمالك حتى لو بدايته مش أحسن حاجة لكن الأهم أنك تستغل كل نقطة وكل فارق بتقدر تحققه في كل جولة وتحفز عليه والنقطة التانية أنك أنت ابتدت من بداية الموسم لغاية النهاردة مع مارسيل كولر بدون هزيمة وبدون خسارة فبالتالي أنت مهم جدا أن العجلة تفضل دايرة حتى لو قلت لكم أنه أدايا الأهلي مع المقاولين ومع الطلايع مش زي الأهلي من بداية الموسم أو من قبل التوقف فيه ربكة حصلت آه فيه غيابات فيه غيابات لكن إحنا متفقين أن السيزن دا لا الغيابات ولا الإجهاد مفترض أن إحنا نتأثر بهم لكن نتمنى مع اللي جاي والعجلة يعني مش هتوقف تاني إن شاء الله ما أعتقدش أن فيه فتر التوقف طويلة خلاص بيخلص كاس العالم بيبتدي المشوار بقى الطويل سواء في دوري الأبطال كاس أو دوري وبالتالي إن شاء الله معدل الأداء يرتفع ومستوى الأداء يرتفع مع المطشات اللي جاية بداية من مطش المحلة المباراة زي ما قلت لكم صعبة بكل المقاييس النهاردة كان فيه تمرينها من غير راح لعيبة اللي لعبة مطش مبارح يعني تمرين كده بعض التدريبات الهيسشفائية وبقية اللعيبة خاضت تدريبة كاملة ومستر كولر بيحاول يقرأ طبعا لقلت لكم محلة واحد من الفرق اللي بادية الموسم ده بشكل مختلف ما تقدرش تستوعب الشفت اللي حاصل من فريق كان مفنش الموسم اللي فات بيصرع عشان يهرب من الهبوط للسنة دي بادي بداية ولا أرواح الحقيقة بفكرنا بالمحلة بتاع زمان أربع لقاءات تلاتة فوز واحد تعادل وبابا فاسيلي الحقيقة عامل شغل كواس جدا مع الفريق على الرغم طبعا من الأنباء اللي بتتكلم على أنه الراجل طلب بالفعل الرحيل من إدارة المحلة وبيقول أنه تلقى عرض بفعل من واحد من أندية الدولي الممتاز وبالتالي عنده رغبة في أنه ما يكملش عقده هل ده معنى أنه مش هيكون حاضر في المباراة اللي جاية ولا لا كل الحاجات دي لسه ما زالت لم تحسن بعد لكن في النهاية ما يهمناش وما يفرقش معاين النهاردة تمرينة زي ما قلت لحضراتكم زي ما حالكم شافين شارك فيها كل اللعابة النادي الأهلي كان فيه محاضرة مطولة جدا بالفيديو مع اللعيبة قبل التمرينة ما تبدأ عشان مستر كولوري هايلايت كده أو يعلم على الحاجات الإيجابية اللي بتحصل والحاجات السلبية المفترض أنها ما تتكررش مرة تانية بعد المحاضرة كان فيه فقرة بدنية قوية جدا في بداية التمرينة بعد كده يمكن في الجزئية دي الجهاز الفني كان حريص على أنه يطبق الجانب الفني والخططي وبعد كده اللعيبة اللي شاركت في المبارات الجيش مبارح عملت مجموعة من التدريبات الاستشفائية أما رباية حراس المرمش الناوي وعلي لطفي وشوبير وحمز علاء خدوا تدريباتهم طبعا مع ميشيل يانكون محمد أشرف موقفه مش واضح محمد أشرف تعرض لإصابة لكن أعتقدت بإذن الله إن شاء الله هتكون بسيطة مش هتمنعه من أنه يكون موجود مع الفريق يوم الأربع اللي جاي في مواجهة المحلة بكرة الفريق إن شاء الله يكون راحة من السيركولر قرر بكرة يكون راحة ومن يوم الاثنين يرجع الفريق يحضر مرة تانية المبارات المحلة هتكون عندك اثنين وثلاثة وإن شاء الله تسافر عشان تلعب مع المحلة يوم الأربع إن شاء الله بالنسبة لأيمن أشرف أنا قابلت أيمن الحقيقة وطمنت على يعني برنامجه العلاجي المحطوط ليه قابلت يوم حفلة توقيع العقد الرعاب تحت النادي الأهلي وتكلمت عليه وقريب جدا إن شاء الله أيمن يكون جاهز مع الفريق هو هيخضع لفحص طب يوم الاثنين اللي جاي تحت إشراف دكتور أحمد أبو عبلة عشان يتم الإطمئنان عليه قبل الدفع به للمشاركة في التدريبات يبقى بس طبعا إن هو يستعيد اللي يقتل بدنية حالته الفنية عشان يكون موجود ويكون جاهز للمشاركة أيمن واحدة من الأوراق المهمة جدا ولعيب من اللعيبة الجواكر اللي تعتمد عليه أو تقدر تران عليه فيه أكتر من مركز فيه الفرقة طيب خليني أقول لحضراتكم بقى قصة كاس العالم لأن كاس العالم لينا وخليني بس قبل مروح لكاس عام أتمنكم كمان على متولي لأنه متولي الحقيقة بدأ بداية كويس جدا الموسم ده هو بدأ بالفعل يدخل فيه المشاركة الجماعية لتدريبات الفريق ودكتور أحمد أبو عبلة من ناحيته قال أنه متولي جاهز يعني هو أنهى البرنامج التدريبي والتأهيل الخاص به في اضطر طبعا التعافي من الإصابة اللي حصلت له وإصابة العضلية اللي كانت عرض لها في معسكر المنتخب الوطني وقال أنه اللاعب شارك فيه تدريبات الجماعية بعد ما تم الإطمئنان على حالته بشكل كامل وقدى البرنامج التأهيل الخاص به خلال الفترة الأخيرة وتبقى طبعا مشاركته مع الفريق في المباريات تاخد على رؤية ميستر كولر علي معلول كمان انتظم في التدريبات الجماعية بعد ما رجع من كاس العالم من قطر بعد مشاركته مع شارك في مباراة وحيدة وبالتالي ما أعتقدش أنه مجهد أو يعني بدانيا ممكن يبقى عنده مشاكل لكن بمجرد ما رجع يعني خضع بشكل طبيعي جدا لبعض الفحوصات الطبية والبدانية قبل ما يتم ضمه للمشاركة في التدريبات وده عشان يتم الاتمئنان عليه شارك في مباراة فرنسا أفضل مباريات تونس في كاس العالم وهو اللي انتهت بفوص تونس طبعا على المنتخب الفرنسي وبمناسبة تونس كاس العالم السندي مهم جدا بالنسبة لي في نقطتين النقطة الأولى أنه كاس عالم جديد من نوعه ما فيش مكان فيه لصغير وكبير والدليل أنه لما تيجي قبل كاس العالم تسأل معظم الناس اللي عندها شغف بكورة القدم أو الناس اللي متابعة كورة القدم أو الناس اللي هتابع البطولة لحظة بلحظة وتقول لهم مين المنتخب اللي ممكن يكون مرشح للفوص والبطولة أعتقد أنه الجميع هيتفق بنسبة 99% أنك بتتكلم على منتخبات بحجم البرازيل ألمانيا فرنسا إسبانيا الأرجنتين ما أعتقدش أنه ممكن حد يتل وحد لو يعني يراهن شوية ممكن ومعهم هولندا وبلجيك ما أعتقدش أنه حد ممكن يقول اسم تاني يعني ففي النهاية بعد ما ينتهي الدور الأول دور المجموعات تكتشف أنه كل الكبار دقوا مرارة الهزيمة يعني اليابان علمت على ألمانيا وأسبانيا الكاميرون علمت على البرازيل السنغال علمت على قطر ويات المتحدة الأمريكية مغرب علمت على بلجيكا ما فيش فريق كبير أرجنتين طبعا اتغلبت من السعوداء ما فيش فريق كبير مرشح للقب ما دقش مرارة الهزيمة من فريق بيتقال عليه أنه صغير ودي الحقيقة حاجة ما بتحصلش أو ما شفتهاش تحصل مرة تحصل اتنين لكن تحصل بالشكل ده تحصل مع الكل كده ما أعتقدش أنه نحن شفناها في أي نسخة من نسخ كاس العالم قبل كده وده يقولك أنه انكورة القدم بتتغير وفكرة أنه النس تبقى رايحة كاس العالم عشان التمثيل المشرف أو الأداء المشرف فكرة عفع عليها الزمن وانتهت من الزمن الناس رايحة عندها طموح وعندها رغبة وعندها إصرار وعندها تحدي وقد كان كل الصغيرين دول قدروا من أسيا ومن أفريقيا قدروا يعملوا نتاج كبيرة جدا قدام كبار العالم النقطة التانية اللي أتمنى بقى في كل المطشاط اللي احنا شفناها أتمنى أنها تكون رسالة لفرقنا هنا في الدوري لكل الأجهزة الفنية مفيش فرقة لعبة بالتكتل الدفاع العقيم اللي احنا بنشوف في الكرة عندنا هنا في مصر باستثناء اللهم اليابان في شرط واحد مش هفتهاش تاني في كاس العالم يعني مفيش فرقة رجعت تدافع بال11 لعيب وفضت متكتلة في الصندوق بتاعها لغاية على وعاسة أنها تطلع بنقطة غير اليابان الشرط الأول قدام ألمانيا ورجعت الشرط التاني عملت المنتدى وكسبت 2-0 كرة القدم في العالم كله بتتغير وأتمنى أتمنى نشوف مش هقول حاجة زي كده بس حاجة قريبة من كده في الدوري المصري فكرة اللعب الكرة على الحفاظ على فرصة النقطة دي فكرة انتهت من زمان جدا أتمنى أنه المتشاط اللي نشوفها في الدوري المصري تكون فيها كرة شبه اللي احنا شفناها فيها كرة فيها تاكتكس فيها كرة فيها سرعة فيها قوة فيها لياقة ويا ريت كمان يكون فيها مهارة عشان الدوري المصري يبقى ممتع وعشان سنة بسنة أنا بتمنى أن احنا كمشاهدين ما يبقاش عندنا دايما مسبقا القدرة على أن احنا نتوقع أن تكتل مباراة قبل ما تبدأ اللي هي بنسبة 90% بتكون صح ومن هنا بتيجي حلاوة المنافسة حلاوة البطولة وأتمنى الموسم ده نشوف حاجة وخصوصا أن احنا عندنا مديرين فنيين جداد سواء أجانب أو مصريين طالعين ما عندهمش ثقافة التكتلات واللعب على النقطة دي عندهم شوية ممكن نقول جرأة بنشوف لعيبة وبنشوف فرق الحقيقة النهاردة بتعمل ماتشات كويسة جدا التغير اللي حصل في خريطة الدوري بظهور قوة جديدة زي مثلا فاركو فيوتشر بيراميدز وتراجع قوة تقليدية مثلا مثلا يعني زي الإسماعيلي لسنين طويلة جدا أنا بقول على سبيل المثال يعني مش الحصر غير شوية من الخريطة فأتمنى إن شاء الله أن الموسم ده يكون موسم قوي والنقطة دي تحديدا أنا أخد فيها رأي يضيفي النهاردة نجمنا اللي بيشرفنا واحد من النجوم الأهلي الكبار جدا كابتن رمضان السيد هيكون ضيف علينا فيه السادسة هناخد رأيه في كل الموضوعات دي سواء في الأهلي ومشواره في الدوري أو في مشوار طبعا كاس العالم وخريطة دور الستاشر ومين هيعد من مين كل ده هنتكلم فيه بس بعد الفاصل وإحنا كمان عندنا مدربين كويسين جدا على فكرة يعني أنا ثقتي في المدرب المصري لا حدود لها سواء كانوا مدربين كبار من الأسماء الكبيرة يعني اللي مسكت منتخبات أو اشتغلت معندها كبيرة أو حتى المدربين الصغارين الزراعين الحقيقة اللي بيقولوا إنه المستقبل بالنسبة للعالم التدريب في مصر مبشر جدا جدا لكن أنا بشوف إنه العائق الوحيد أمام انتشار أو مش العائق الوحيد يعني واحد من العوائق اللي قدام انتشار المدربين المصريين عندنا هنا وده موضوع الحقيقي يستحق إن إحنا نتكلم فيه كتير يعني ونخشه في تفاصيله ودهليزه لكن بشوف إنه اللغة زي ما هي مأثرة كمان على انتشار اللعب المصري في الخارج كمان بعتقد أنها واحد من العناصر المؤسرة أو العامل المؤسرة جدا في عدم انتشار العدد المناسب من المدربين المصريين خلينا نقول مش تازم في أوروبا يعني لكن على الأقل في أفريقيا وفي أسيا طيب بمناسبة الكلام اللي أنا كنت بقوله في بداية الحلقة فكرة إنه المونديال ده كسر قواعد كتير جدا أو تابوهات كتير جدا إحنا كنا عايشين عليها ومسدقينها هو دايما إنه أقصى أحلامك لما تشارك في بطولة زي بطولة كسر عالم هو التمثيل المشرف لا الحقيقة النص السندي ما لعبتش من المبدأ ده قصة دي كان زمان قصة السندي غير وده اللي اتكلم عليه الاتحاد الدولي الفيفا النهاردة على حسابه على تويتر اتكلم على فكرة طبعا هو اتكلم على منتخبات الأفريقية بشكل خاص هنأ الأفارقة بالمستويات الرائعة لقدمتها المنتخبات الأفريقية في البطولة وده يمكن قريب من الكلام اللي كنت بكلم حضراتكم فيه إنه حساب الحساب المنطقي لأي مواجهة بتحصل في كاس العالم ده الكلام ده برا الملعب جوه الملعب فيه كلام تاني خالص جوه الملعب فيه الكاميرون بتكسب البرازيل وتونس بتكسب فرنسا والمغرب بتكسب بلجيكا وكوريا بتكسب البرتغال واليابان بتكسب أسبانيا وبتكسب ألمانيا وكل حاجة يعني كل حاجة أنت عايز تحلم بيها تلاقيها موجودة في كاس العالم تبتتكلم الحقيقة عن ريكورد بيحصل للكورة الأفريقية طبعا عندنا من أفريقيا اللي مكملين لغاية دلوقتي السنغال والمغرب وده الحقيقة يعني كان محل إشادة كبيرة جدا من التحاد الدولي اللي كنت القدم اللي إشاد الحقيقة بمطشاط آل حتى أن كل المنتخبات الأفريقية اللي شاركت فيه المونديال السنة دي حققت فوز حققت مكسب ودي حاجة ما حصلتش قبل كده حتى لو لم تتأهل يعني الكاميرون خرجت بس كسبت البرازيل تونس خرجت بس كسبت فرنسا غانا خرجت بس كسبت كوريا وبالتالي كلهم حققوا مكسب طبعا اللي كملوا هم السنغال والمغرب والمغرب للأسف يعني مش عايف أقولي اللي حصن الحظ ولا اللي أسف بصراحة هو طبعا الكويس في الموضوع أن هم أقدموا عروض أكتر من رائعة وكسبوا الرهان لأن أنا واحد من المنتخبات اللي راهنت عليها أنا راهنت على تلاتة ووفكركم بتاني راهنت على المغرب وعلى السنغال وعلى السعودية السعودية خزلتني وكتقدر جدا وكتقريبة جدا لكن الحمد لله وبتالي أنه مباراة الأرجنتين قدمت الكرة السعودية بشكل أكتر من رائع لكن المغرب والسنغال قصة تانية ويقدروا يروحوا لأبعد من كده كمان البدلك في المغرب إيه؟ البدلك أنها تأهلت كأول مجموعة تخيل ده بقى أبعد لك يعني كنت تأهل في مجموعتك أول متصدر ده يبقى أبعد لك والسبب في ده أنه طبعا حسبات المجموعة التانية أو الرابعة أو الخمسة يعني اللي هتقابل منها المغرب صاحب المركز التاني اختلت واختلفت وشاهدت مفاجآت من العارة تقيل أكتر مجموعة شاهدت مفاجآت قبل البطولة كان الكلام على الطبيعي أسبانيا وألمانيا في مجموعة واحدة يبقى لازم الاتنين يتأهلوا يا جماعة مش ده الطبيعي لكن اللي حصل أنه اليابان هي اللي تأهلت مو تصدر على حساب مين؟ على حساب أسبانيا أو على حساب ألمانيا كسبة الفرقتي وتصدرت المجموعة وبالتالي جات مين في المركز التاني؟ إسبانيا فوقعت من حظ المغرب مواجهة صعبة بكل المقاييس لكن أنا شايف أنه منتخب المغرب واقف على رجله أشققنا المغربة قادرين يعملوا مفاجآة تانية وزي ما تصدروا مجموعتهم يقدروا بشكل كبير جدا أنه هم بتكلم برضو على مجموعة قوية بتكلم على كرواتيا وصيف النسخة الأخيرة من بطولة العالم وبتكلم على إحنا بتكلم على كرواتيا وبنتكلم على بلجيكا بلجيكا واحدة كانت من المنتخبات اللي بيتقال عليها مرشحة فلما يكسب بلجيكا ويتعادل مع كرواتيا يقدر طبعا جدا 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 يوصل أنه يعمل جيم كبير قدام أسبانيا مش بالضرورة أنه أنا أقول يكسبه أو المكسب مضمون بالتأكيد هي مباراة صعبة وخصوصا المنتخب الأسباني منتخب محترم منتخب تقيل ما هواش هولندا ما هواش بلجيكا ما هواش البرتغال لا منتخب محترم جدا وبيقدم على لويس الريكي مطشط أو عروض قوية جدا لكن مباراة في المتناول واللي يقابل أسبانيا أسهل بكتير جدا ما يقابل فرنسا أو يقابل برازيل أو يقابل أرجنتين نسبيا أعتقد أن المنتخب الأسباني ممكن يكون في المتناول بالنسبة للمنتخب المغربي لكن مين كشر عن أنيابه؟ لا أحد مين قال أنا جاي حقق اللقب مفيش منتخب أنا متحمس جدا برازيل وشاف أنه أجهز سكواد أجهز فريق ممكن حقق اللقب السندي لكن قصة تحقيق اللقب مش قصة جاهزية بس فيه سيناريوهات كتيرة جدا ممكن تتغير وممكن تتلغبط وأعتقد كمان أنه نمار فارق قوي مع البرازيل لكن في النهاية هنشوف والنهاردة هنستعرض مع حضراتكم مواجهات الدور الستاشر وهقول لكم توقعاتي وتوقعات كابتن رمضان السيد لمين ممكن يعدي ويوصل لدور التماني بالمناسبة وأنا بتكلم على الاتحادة الدولي خليني أقول لكم كمان أنه على الموقع الرسمي للفيفا النهاردة الاتحادة الدولي كرة القدم أعلن أنه خصص أو تم تخصيص يعني 209 مليون دولار من خلال برنامج اسمه برنامج مزايا الأندية 209 مليون دولار دول هتم تخصيصهم لـ 416 نادي بينتموا لـ 63 اتحاد عضو في اتحاد الدولي اللي شارك لعبتهم في كاس العالم في قطر 2022 تقريباً تكلم على 10 ألف دولار لكل يوم من الأيام اللي بيبقى فيها اللعب مع منتخبه وبالتالي أعتقد أنه سفيد من ده في مصر هنا الأهلي وزا مالك بما أنه ليهم طبعاً لعبين مشاركين في كاس العالم زي ما حضراتكم شايفين أهو يعني لللاعب في اليوم USD 10 ألف دولار تقريباً طيب من هنا نروح للبرازيل تحديداً والنهاردة احنا تواصلنا الحقيقة مع واحد من نجوم المنتخب البرازيلي نجوم الكرة البرازيلية واللي فكره واحد كان من أبرز اللعبة في البونزليجة كان بيلعب مع بياميوليخ لعب مع أعتقد مونشنج لابخ ولعب مع الميلان في فترة وفترات بعد مرحلة طبعاً لكن مشواره الأساسي كان مع الباير برازيلي في باير مونيخ واحد من أميز اللعيبة اللي لعبوا برجلهم الشمال كان لعب خفيف رشيق مهاري اسمه ديوفاني ألبر طبعاً للي يعرفوه وللي شافوه متأكدين أو متفقين أنه كان واحد من أمهر وأفضل اللعيبة اللي لعبت في الفترة دي مع منتخب البرازيل ومع باير مونيخ الحقيقة يمكن إحنا سألناها على كاس العالم ورأيه فيه عن فرص البرازيل شكل البرازيل ونسختها فيه عشرين اتنين وعشرين وهل الجيل ده قادر يرجع لقب للبرازيل والأمريكا الجنوبية مرة تانية ولا لا سألناها عن غياب نمار إجمالاً رأيه فيه الكرة اللي بتتقدم في كاس العالم والحقيقة جوفاني ألبر نجم البرازيل وباير مونيخ خاص برنامج السادسة بالحوار اللي هتابعوه دلوقتي حضراتكم باشكر طبعاً الزميل أحمد عبد النصر اللي قام بترجمة الحوار والأسئلة والإجابات تعالوا نتابع جوفاني ألبر نجم البرازيل ونرجع لحضراتكم إنه عضو في فريق إنجلترا لذلك أعتقد أنه ستكون هناك دائماً مواهب جيدة قادمة فيما يتعلق بأداء منتخب قطر في مونديالي 2022 أعتقد أننا لا نتوقع الكثير بالطبع بسبب اللعب على الأرض أن ناس دائماً تمتلك ذلك الأمل في أن يتحسن كل شيء لكننا رأينا أن الفرق الأخرى المشاركة في كاس العالم مستعدة جيدة في النهاية الأمر هو مغادرة كاس العالم وترك منافسات البطولة من دور المجموعات فيما يخص أن المشجعين هم من يمكنهم التأثير إنها قطر الآن تودع البطولة فإذا كنت تنوي المساهمة في وجود جمهور قليل للمنتخب على أرضه فلا أعتقد أنه ينبغي ذلك بالطبع المشجعون في قطر القطريون أنفسهم يعشقون كرة القدم لكنهم ليسوا متحمسين كما أعتقد مثل أوروبيين مثل أمريكيين الجنوبيين لذلك ولهذا السبب مع توديع قطر للبطولة لأعتقد أنه سيكون هناك تأثير من الجمهور داخل الملعب أما عن المنتخب البرازيلي بالنسبة لي فهو المرشح الأكبر إلى جانب الأرجنتين مع منتخب فرنسا أعتقد أن هذه النسخة من بطولة كاس العالم يجب أن تحسما بين هذه الفرق الثلاث فرنسا والبرازيل والأرجنتين مع إصابة نيمار الآن لأعتقد أن البرازيل ستواجه مشاكل كبيرة لأننا اليوم فريق ليس فقط نيمار بالإضافة إلى عشرة لاعبين لذا فهي فرصة للعبين الآخرين الذين يلعبون في مركز نيمار أن يلمعوا داخل المنافسات إن قرار أن تصديف قطر نسخة مونديال عام 2020 بالطبع لم يكن أمرا وقرارا سهلا على الفيفا هل هو لصالح منظمي كرة القدم العالمية لأنه كان هناك الكثير والكثير من الحديث حول احترام فكرة القيام بتنظيم البطولة داخل بلد صغير مثل قطر كان من الممكن القيام بذلك في دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي فازت بالفعل بكأس العالم أو حتى في إنجلترا لكنني أعتقد أنه بسبب شهرة كرة القدم الواسعة يجب أن تمنح هذه الدول فرصة بالنسبة لهذه البلدان الصغيرة فيما يخص استضافة كأس العالم المشكلة بالطبع تتمثل في وجود كأس العالم في ديسمبر لم نعتد على ذلك لذلك وجهت جميع المنتخبات الخاصة بكل البلدان صعوبة في تنظيم بطولاتها المحلية لتتمكن من المنافسة في كأس العالم في ديسمبر لكن بعد بدء هذه النسخة من كأس العالم يمكنني القول إنها تجربة ناجحة حتى الآن نرى فرحة الناس في الملعب ونرى اللاعبين يبذلون قصار جهدهم على أرض الملعب لتحقيق أفضل نتيجة لفرقهم لذلك أعتقد أنه حتى الآن نمتلك كأس عالم ناجح كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لي حتى الآن في كأس العالم وبلا شك لنا جميعا هنا في أمريكا الجنوبية فوز السعودية على الأرجنتين لكن ليس فقط النصر ضد الأرجنتين ولكن كيف يلعبون كرة القدم إجمالا هو فريق يلعب بشكل جيد للغاية إنه جيد جدا لديه مدرب رائع والفريق الآخر المتميز هو المغرب الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين وإنني أؤمن بهذا الفريق أنه قد يستطيع التأهل إلى الأدوار القادمة من منافسات كأس العالم بمناسبة الكلام تكون قوية الاثنين لعيبة تقال جدا ولعيبة تقدر تقول أساسيين لكن أعتقد برازيل عندها سكواد يعوض أي غياب يعني دايما لما نبص على دكة البنش بتاع منتخب برازيل الحقيقة أكتر مدير فني في الدنيا يحلم وأحلامه يلاقيها جانبه على طول يعني زي ما أنت عايز تقول بص بره دايما عندك مارتينيلي عندك أنتني عندك سكواد ولا أرواع يعني بالتالي حتى مع غياب اتنين زي أليكس تالس وخسوس أعتقد أنه برضو ما زال سكواد البرازيل ما زال حتى لحظة من وجهة نظر يعني دي وجهة نظر ممكن تختلف أو تتفق معها هو الأقوى في البطول فيه منتخبات زي فرنسا زي الأرجنتين زي إسبانيا شوية عندها برضو سكواد محترم لكن مش بالكواليتي ومش بعدد المنتخب البرازيل وإحنا منتكلم على المونديال لازم نحط إسبانيا دايما في الاعتبار وأسبانيا بالنسبة لي علامة استفاهم كبيرة جدا يعني هي حقيقة لقب المونديال مرة وحيدة فقط جيل طبعا نيستا أوتشابي لكن لما تكون دولة بتملك اتنين من أهم أندية العالم ولما تشوف لقب يعني عدد ألقاب الأندية الأسبانية على المستوى الأوروبي سواء كنت بتكلم على اليوروبا ليج فيا ريال ويا سبيا أو بتكلم على شامبينز ليج برشلونة وريال مدريد وتتكلم على مستوى المنتخب الأسباني وعدد ألقابه لا فيه شتان الفارق شتان الفارق بين الإنجازات على المستوى الأندية والإنجازات على مستوى المنتخب لكن يبقى دايما أنه منتخب محترم ودايما لازم تعمله حسابات ولازم تحطه دايما في الاعتبار ما نقول له سانشايز واحد من النجوم الملكي واحد من النجوم الريال حقق ألقاب كتير جدا أكتر من نسخة ليجا اتنين دوري أبطال السوبر كاب الأسباني حتى اليويفا كاب حقق البطولة دي مع ريال مادريد وكان ليه طبعا إسامات ومشاركات مع المنتخب الأسباني خلينا نيكلم معنا شوية على فرص وحظوظ الأسبان تحت قيادة لويس انريكي وهل فكرة كرة الأسبانية أو كرة تيكي تاكا فلسفة جورديولا اللي بدأ بيها أو ظهر بيها مع برشلونا تقدر أو يقدر المنتخب الأسباني أنه يطبقها تحت قيادة لويس انريكي فرص المنتخب الأسباني وسط الكبار الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وغيرها من المنتخبات الكبيرة ممكن تكون إيه وهل ممكن يكون النسخة دي هي النسخة التانية في تاريخ الكرة الأسبانية بتكلم طبعا على لقب كاس العالم خلينا نشوف مانولو جونزاليس قال لنا إيه ونرجع لحضراتكم وبشكر حقيقة حسين عبد الحميد طبعا الزميل العزيز مترجم اللقاء لترجم الأسئلة والأجوبة ونتابع مع حضراتكم التفاصيل اللقاء والحوار الأجرنية في السادسة مع مانولو سانشيز الحقيقة أنه بالوضع في الاعتبار التاريخ السابق لقطر في كرة القدم إلا أنه من المؤكد أن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها البلاد جعلت جميع ملاعبها في أتم جهزية لاستضافة هذا الحدث والأمور التنظيمية رائعة حتى الآن لم تكن هناك أي مشاكل كبيرة هناك جانبان لهذا الأمر قبل اتخاذ القرار وبعد اتخاذ القرار إقامة المنديال في قطر أعتقد أنه وفقا لطبيعة البلد ولطبيعة كرة القدم فيما يتعلق بالمواعيد الطبيعية لإقامة المنديال فإن قرر إقامة البطولة في قطر في الصيف لم يكن منطقية ولهذا فإنه مع منحها تنظيم المنديال كان من الضروري تغيير الموعد وهذا تسبب في حالة من الاتباك في مواعيد البطولات في جميع أنحاء العالم وهذه هي المرة الأولى التي لا نعرف فيها عواقب تداخل البطولات وتوقفها في منتصف الموسم لكن أما وأن كأس العالم أصبح في قطر فكان من الضروري الوصول إلى حل لهذه الأزمة من الصعب أن ترى منتخب بلدك لا يمتلك الإمكانات الكروية اللازمة لكي يذهب إلى أبعد مدى في البطولة ولكن هذا لا يتحقق بين عشية وضحاها إنما يحتاج لهيكلة كروية وخبرات متراكمة على مدار السنوات وخلال أربعة أعوام لا يمكنك انتلاك منتخب يمنحك ضمانة المرور للأدوار التالية منتخب قطر لم يفز بأي مباراة في البطولة لكنه استحق التواجد في دور المجموعات أما فيما يتعلق بحضور الجماهير فأعتقد أن الأمر تحت السيطرة فيما يتعلق بالتنظيم فبخلاف القادمين من الخارج من المنتمين لمنتخبات أخرى هناك أيضا الجماهير القطرية التي ستكون حريصة على متابعة المباريات من المدرجات ولن تكون هناك صعوبات كبيرة في هذا الأمر أعتقد أن المنتخب أدهشنا بأدائه في المباراة الأولى أمام كوستريكا هو الانتصار الكبير بنتيجة 7-0 بأداء أكبر من المتوقع ثم التعادل أمام ألمانيا واحد واحد بعد أن كان متقدما بهدف مع أداء طيب وهذا ما منح الجماهير الإسبانية الأمل مجددة ليس بقدرة منتخب على التأهل للدور الثاني فحسب ولكن لم لا مع قليل من الحظ المنافسة على اللقب أولا كنت محظوظا بمزاملة لويس ريكي وهو صديق استثنائي داخل الملعب وكذلك داخل غرف الملابس وهو من اللاعبين الذين كان بإمكانك لاعتماد عليهم دائما ويجب أن أقر بأنني معجب للغاية به أما فيما يتعلق به كمدرب وبالنظر للسنوات الكبيرة التي قضاها في مسيرتي التدريبية فهو مدرب كبير وترك بصمة في كل الأماكن التي ذهب إليها واستطاع أن يدير هذه المرحلة الصعبة مع ضخ الكثير من الدماء الجديدة بنجاح كبير والجميع يرى الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب في المونديال حتى الآن هناك منتخبات كبيرة في البطولة ولا توجد فوارق كبيرة بينها وأحد هذه المنتخبات الذي ظهر بصورة طيبة على الأقل بالنظر لما قدمه حتى الآن إسبانيا هناك أيضا فرنسا والبرازيل والبرتغال فازوا أيضا بمبارياتهم حتى الآن ولكن لا يوجد منتخب يمكن القول إنه الأكثر حظا للفوز بالمونديال لا يزال هناك عدد من المنتخبات المرشحة وإسبانيا أحدهم بدون أي شكل ويسنريكي هو مدرب استطاع التعلم من كل المدربين الذين عايشهم ليس فقط عندما كان مدربا ثانيا ولكن أيضا الآن كرجل أول مع مساعديه وهو دارس جيد لكرة القدم ويحب التطور يوما بعد يوم ولكن مخصلته النهائية تختلف عن مخصلة جوارديولا نعم هو متأثن بجوارديولا ولكن بالنسبة لي طريقة فهمه وتطبيقه لكرة القدم تختلف عن أفكار جوارديولا ويحب التشابه الوحيد اللي ممكن يبقى بين مصر وبين أسبانيا تشابه مش في الكرة تشابه يعني في المرحلة أنه أسبانيا كمان بتحاول تبني جيل جديد يعني بعد الجيل اللي حقق كاس العالم قبل كده اللي أغلبه طبعا اعتزل وآخرهم طبعا جيرار بيكي ومن قبله طبعا بيولو ومن قبله تشابي اللي هو مدرب حالي لبرشلونة وفي الطريق سيديو بيسكتس ديفيد فيا اعتزل كتير من نجوم الكرة الأسبانية اعتزلوا في محاولة لبناء جيل جديد الحقيقة من المنتقب الأسباني ويبقى الحقيقة أنه قادر يحافظ على كورته وقادر يحافظ على شخصيته وأعتقد هيكون واحد من المنتخبات يعني ممكن يكون عندها فرصة الفوز بالبطولة لكن وجهة نظر كابتر رمضان السيد ايه في الموضوع ده؟ شكل دور الستاشر مين هيواجه مين؟ وخصوصا المواجهات دي قد تصفر عن نهائيات مبكرة يعني فيه صدمات كبيرة جدا هتحصل بداية من دور التمانية وهولندا ضمنت لحد كبير جدا طبعا التأهل نتيجة المباراة لغاية دلوقتي تلاتة واحد خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على كاس العالم مع كابتن رمضان السيد وما يفوتناش طبعا مشار الأهلي في الدوري والمباراة اللي جاية في معجهة غزة المحل في العادي الواحد بيبتدي يعني يشحن بطرياته ويبتدي يسخن كده من دول الستاشر يبتدي المواجهات التقيلة تبين يبتدي نشوف كرة حلوة وكرة ممتعة لكن النسخة دي من كاس العالم القصة ابتدت من بدري جدا الحقيقة عدد المفاجآت اللي حصلت في بطولة كاس العالم من 22 يكاد يكون تاريخي رقم قياسي مطشط كتيرة جدا الحقيقة فاجأت العالم كله بنتائجها وبأداءها وزي ما قلتلكم خرجت لغة جديدة أو ثقافة جديدة ظهرت في كاس العالم أنه مفيش صغير ومفيش كبير مفيش تاريخ وعالقاب وبطولات ومفيش أرقام تسويقية في الملعب 11 قدام 11 وجهاز فني قدام جهاز فني وفكر وصد فكر وقد كان وإدرس كتير من المنتخبات اللي كنا بنقول عليها قبل كاس العالم منتخبات سوارة قدرت تكسب الكبار ومفيش فريق النسخة دي من كاس العالم تقدر تقول عليه أنه مرشح مرشح وبقوة لتحقيق اللقب مزأش أو مدأش مرارة الهزيمة على إيد منتخب من المنتخبات اللي ما كانتش مصنفة أو مرشحة الجديد إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل في اللي جاي هنسمع رأي واحد طبعا من نجوم من نادي لأهلي الكبار كابتر رمضان السيد بيشرفنا نهاردة في أستدسة وبالتأكيد طبعا لازم نعدي على أهلي والمحلة معاه بسأخير كابتر رمضان نور الدنيا ووحشنا كتير على فكرة وإنت كمان والله أخبار حضرتك الحمد لله يا رب دايما استمتع بكاس العالم كابتر رمضان جدا جدا الحقيقة يعني الحقيقة المنافسة زي ما أنت بتقول بالظبط يمكن إحنا كنا بنتدر حضر نفسينا من دور الستاشر أعتقد أن في مباريات دور المجموعات الحقيقة مبارات قوية جدا جدا ومباريات فيها مفاجآت يعني رهيبة يعني لما حد مثلا ييجي مثلا يكايم قبل دور المجموعات يقول مثلا اليابان تكسب أسبانيا وتكسب ألمانيا السعودية تكسب تقوله كده لازم تقوله كده يعني في قوتين تجاي تحضر فريطون كبار جدا 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 وفرقة لا مش موجودة السعودية بتكسب أرجنتين في أول مباراة الحقيقة لا كاميرو بتكسب برازيل تونس بتكسب برازيل دي الأول مرة فرقة أفريقية بتكسب برازيل تونس بتكسب فرنسا الحقيقة وبطل عالم ومغرب بتكسب بلجيك طبعا وكوريا بتكسب بورتوال طبعا طبعا في الحقيقة نتائج غريبة ونتائج بتقول إن الفايصل في الملعب في 90 دقيقة أنت بحضر إيه في 90 دقيقة كتيم وده هو ده الفايصل مش الفايصل في الأسماء الجرقة دي بتيجي منين يا كابتر رمضان يعني يعني أنا هحط نفسي مكان المديرين الفنيين أنا بلعب في أهم وأكبر بطولة في العالم يعني بلعب في أهم بطولة بيحلم أي حد يشارك فيها والمشارك متعلق يعني يعني فاهم قصدي طبعا طبعا لو أنا غامرت وطلعت لقدر الله بخسارة أو بفضيحة يعني المشارك متعلق فيه ضغط وفيه توتر وفيه جماهير مستنية وبالعب قدام أنا بكلم دعونا مديرين فنيين منتخبات السؤال الأفريقية أو العربية وبالعب قدام منتخبات أغلبها مرشحة الجرقة دي بتيجي منين وهل الحسابات ابتدت يعني أو الفوارق ابتدت تدوب زي ما بيقولوا ولا القصة شايفة إزاي؟ هي الفوارق ابتدت تدوب دي حاجة لكن الحاجة التانية أنا الحقيقة بحط نسبة كبيرة جدا جدا من اللي احنا شفناه للمدربين المدربين الجرقة اللي لعبت بيها المدربين هي ده ده سبب رئيسي في انك انت تشوف التحول اللي موجود دوت أو اللي احنا شفناه الحقيقة يعني انت النهاردة مثلا لما تيجي تقول السعودية مثلا بتلاعب أرجنتين في أول مباراة طبيعي هم نفسهم الجمهور السعودي والجهاز الفني وكل الناس بتقول مباراة قوية جدا جدا ولو خسرنا محدش يدر بينا حاجة احنا يعني بنتمنى مثلا نخسر مثلا خسارة قريبة لما المدير الفني في حقيقة رينار الحقيقة ده لعب ضاغط يعني لعب المباراة دي ضاغط على أرجنتين أرجنتين ما كانش بيعرف يطلع من تلت الدفاع بتاعه يعني ده حاجة وكان أولا كان عملها بشكل نموذجي بيلعب ضاغط من فوق وفي نفس الوقت المدافعين بتوقعوا على خط السنتر فطبعا الضغطة دي مدتش مساحات لعبة الأرجنتين بتطلع من تحت هجمة من تحت وفي نفس الوقت مدتش مساحات لميسي يعني على طول ميسي كان فيه اتنين تلعبة بيرقبوه مافيش وزيد حضرتك من الشعر بيت بعد تقدم الأرجنتين الكل اللي توقع أنه الأمور انتهت بالظبط وأن السعودية هتنهار وأن الواحد ممكن يبقى اتنين ويبقى ثلاث فكان الحقيقة المنتدأ كان العكس تماما بالظبط إدلت السعودية تعادل وإدلت السعودية تتقدم كمان ده الحقيقة نموذج تكرر كتير كده من المنتخبات اللي تأهلت الأول خلينا نخش في الدوار بتاعتنا قبل ما أقرأ معاك دور الستاشر نقرأ مع بعض الدور الستاشر لتوقعاتك كده من المنتخبات اللي تأهلت عندنا المغرب والسنغاني شايف المنتخبين دول أولا هل قدموا أوراق اعتمادهم كفرق تقدر تروح لبعيد في البطولة وإزاي شايف فرصهم في المواجهات اللي جاي طيب أنا الفرقتين دول حقيقي أنا في رأيي أن هما عندهم فرصة كبيرة جدا بالأداء اللي يدوه أن هما يتخطوا دور اللي جاي يعني تخيل أنت المغرب مع أسبانيا أنا في رأيي بنسبة تروح لسبعين في المية أن مغرب ممكن يتخط بآخر مباريات نحن شفناها الحقيقة يعني أسبانيا مع اليابان الشيط الأولاني هم كانوا مستحوذين الشيط التاني اليابان فرضت رتمها عليهم أنا كنت لسه بقول يعني مش عارف ده بدلك ولا جود لك أنه المنتخب فنشت دور المجموعات متصدرة فكان مفروض تقابل التاني في المجموعة يعني فكان مفترض أنه يبقى مثلا يابان يعني يبقى لكن حظاها جيه أنه اليابان رجبت بقى اتنمرة واحد وأسبانيا بزلت بقى اتنمرة اتنين هل ده كويس وهل مواجهة اسبانيا ألطف من مواجهة المنتخب الياباني ولكن اليابان تبقى أسهل نسبيا بالنسبة أنا أنا في رأيي حاليا دلوقتي يابان سنغال المغرب الثلاث منتخبات دولت ممكن بنسبة كبيرة جدا يكمله لأن الأداء اللي أدوه في البطولة الحقيقة مش أداء بتاع مباراوه خلاص ده طبعا مشوار منتخب المغرب بدأ بتعادل مع كرواتيا وصيف النسخة الأخيرة صفر صفر ثم فاز على بلجيكا أقوى عروضه كان أمام بلجيكا بنتيجة اتنين صفر ثم فاز على كندا وخطب مشواره في المجموعات بفوز على كندا اتنين واحد أهلوا لصدارة مجموعه بالزبط المغرب عمل الثلاث مبارات أداء هاي للحقيقة وطبعا كذبان فرق كبيرة جدا إذا كان بلجيكا أو يعني وتعادل مع كرواتيا وصفر كرواتيا طبعا 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 عشان كده أنا بقولك مش مثلا إيه إحنا ما شفناش الفرق المنتخبات دي في نصف ساعة أو مباراة لا ده بالعكس أداءهم في الثلاث مباريات أداءهم هاي ناس كتير جدا كانت مرهنا على خطأ الاتحاد المغربي بأنه استبعت خليوزيتش من مشهد قبل البطولة وقتى بوليد ريكراكي المدرب الوطني ولكن الحقيقة يمكن العروض اللي قدمها المغاربة تحت قيات ريكراكي أعتقد أثبتت أنه الاتحاد المغربي كان صحب وجه الثلاث عن رغم طبعا خليوزيتش منتخب مدرب ومدير فني كبير وليه مشوار محترم لكن الحقيقة تجربة ريكراكي أعتقد أنها جت وخصوصا بعد عودة المستبعدين طبعا دي ده الأساس يعني دي الأساس اللي هما عملوا بالتغيير الحقيقة أنهما بستبعد لعيبة كبيرة جدا صانعين الفارج دلوقتي في تيم المغرب فده كان الأساس اللي حقيقة أنهما خدوا قرار باستبعد السنغال سريع السنغال أنت عارف رغم أنهما خسروا مانيو سادي ومانيو سادي ومانيو الحقيقة لكن لا تيم كورة تيم كورة بيلعب كورة جماعية تيم كورة بنتوفر له كل حاجة السرعة بالكوة بالمهارة بيربطه ازاي بيستحوز ازاي الحقيقة لا تيم كورة تقيل جدا 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 طيب تعالي نشوف معاك كده كابتر ربوضان دور الستاشر ونقرأ توقعات حضرتك لغاية لما نوصل للمباراة النهائية جاهز؟ ماشي ابتدنا النهارة طبعا يمكن المواجهة الأولى هولندا والولايات المتحدة هولندا متقدمة 2-1 وبنسبة جميلة يعني حطت المطشب في الثواني الأخير صعب قوي أن أمريكا تطلع فأمريكا كده صيفت خلاص من الستاشر يبقى عندنا هولندا ضمنت مكان في المركز في دور التمانية بفوزها 3-1 على الولايات المتحدة الأمريكية المواجهة بتاعت بالليل النهاردة عندنا أرجنتين في أستراليا 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 تعتبر مفاجئة بالنسبة لك لا طبعا مفاجئة جاي من بعيد قوي مفاجئة كبيرة جدا فعلا جاي من بعيد يعني ما حدش كان يرشح أستراليا لنهيات تخشي وستاشر حقيقة أرجنتين طبعا أرجنتين يبقى كده عندنا أول مواجهات دور التمانية هولندا في الأرجنتين مواجهة قيلة برضو مواجهة قيلة جدا جدا الحقيقة يعني أنا ممكن تقول فيه تماني الحقيقة إن ميس ياخد كاس علم السنة دي عشان ده هو يفنش يعني كده خده ما خدوش هو هيفنش فأنا بتمنى بكل الإنجازات حال بميس انت كبتب أطبعا لايك كرة جامد جدا 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 من اللعيبة لتصنع الفارق في العالم لو ما حققش رقب كاس العالم تأثر على اسمه بعد كده لا هي انت عارف أنا بتقليش فيه هو حقق كل حاجة في الكرة طبعا طبعا يعني هو عنده أكيد رقبة كبيرة جدا يعني هو لو خد كاس علم يعني أنا في رأيي هيقرب من ماردونة ماردونة ما يحدش بقرب منه خالص لأن ماردونة يعني شفوة كبتب آه طبعا ماردونة في حتة تانية آه طبعا ماردونة في حتة تانية خالص فهو لو خد كاس علم ميسي الحقيقة هيقرب من ماردونة يعني هيبقى الجمهور الأرجنتيني يقولك مثلا ماردونة وميسي ماردونة وميسي لكن دلوقتي ده حطين سورة ماردونة في الطيارة وحطين سورة ماردونة في قط اللبس في غرفة الملابس ماردونة حاجة جندة جدا طبعا طبعا أنا نفسي أخد الكاسر عشان يقرب الحاجة من ماردونة طيب نكمل معك كابتن رمضان فرنسا وولانا آه عندنا كده اليابان في مواجهة كرواتيا والبرازيل في مواجهة كوريا اليابان كرواتيا والبرازيل كوريا طبعا برازيل وإيبان لا إحنا في فرنسا بولندا فرنسا بولندا الأول وإنجلترا السنغال فرنسا وأعتقد السنغال ما تقدرش تدعى الإنجليز بكرة الإنجليز يعني تعرفي تغيره يعني بتدعوا بالعب أولا لو تيجي يعني أنا في رأيي لا ما تمشيش خمسين تمشي مثلا إيه ستين أربعين ستين أربعين حلوين أربعين برضو في أمل أنا مع السنغال بقنا آه طبعا طبعا أنا كتمنى أن تمنى السنغال طبعا تمانى إن شاء الله ومن فرنسا لو أنت افترضنا أنه فرنسا وإنجلترا مين يوصل منهم فرنسا فرنسا يبقى عندنا فرنسا وعندنا الأرجنتين ننزل تحت شوية اليابان كرواتيا عندي اليابان كرواتيا والبرازيل كوريا أنا أنا بقول اليابان هيتفوق على كرواتيا كرواتيا منتخب جمد جدا عن فكرة بس أنا أقول لك حاجة اليابان بتضرب منتخبين كبار جدا تمام بتضرب ألمانيا بتضرب أسفانيا منتخبين منتخبين التقال مع اللي يشوفي الشوط الأولاني آه شفت طبعا يشوفي الشوط الأولاني قولي المنتخب ده إزاي يوصل كفا أنا عشان كده قلت لك إيه قلت لك باستثنى الشوط الأولاني شوط الأولاني لكن هما بعد كده كل مباراتهم الحقيقة مدينها بشكل قوي جدا يبقى اليابان فاليابان وبرازيل اليابان وبقوا مين يوصل منهم برازيل برازيل انت كده وصلتنا للقاء السحاب آه لأن كده عندك في السامي فاينال آه البرازيل في مواجهة الأرجنتين بالزبط طب نروح الناحية التانية آه اخترت فرنسا آه وصلت للكوارتر فاينال آه نشوف المربع اللي فاضل آه والبرتغال في مواجهة سويسرا والبرتغال في مواجهة سويسرا آه بلزبط آه 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 التين بتاع منتخب المغرب الحقيقة تم تقيل اه اتمنى لهم التوفيق اه طبعا وبعدين يعني عملوا مبارياتهم كلها بمستوى عالي جدا 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 الحقيقة فانا برشح المغرب وبرشح طبعا البرتغال البرتغال من المغرب والبرتغال مين يوصل لمواجهة فرنسا في قبل النهاية مغرب برتغال يعني انا عندي احساس ان المغرب هيكمل عندي احساس كبير جدا جدا ان المغرب هيكمل هيكمل ممكن بقى يروح دولار باعة يروح يعني الحتة بعيدة هنا يوصل لو كمل المغرب هنا يوصل للصدام مع منتخب فرنسا حمل اللقب بقى عندي برازيل وارجنتين برازيل وارجنتين وعندي فرنسا والمغرب فرنسا ومغرب يلا كملها بالمغرب بقى كابتل رمضان انا صعبة انا صعبة بس امورات قوية جدا رأيك في مبارات تونس وفرنسا وان كانت فرنسا ما بدتش اللقاء بالاساسيين يعني باللعيبة الكبيرة بس في النهاية برضو تونسا عملوا جيم كويس اوي جيم قو جدا جدا والحقيقة عوض لهم الخسارة من مطلعهم من دور المجموعات لكن انا بقول ان المغرب الحقيقة عامل برازيل بشكل كويس اوي لكن فرنسا تمتقيل فرنسا هقولك تمتقيل ليه الوقت اللي كان ما قاعد فيه الخمس ستة العيبة الكبار التقال جدا جدا النتيجة كانت عادية والاداء كمان كان عادي اول ما نزله خلاص فرضوا رتمهم وسيطروا وكان ممكن يتعادله وكان ممكن يكسابه كل حاجة تيم تقيل جدا 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 فرنسا الحقيقة يعني ترشح فرنسا 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 ومن ناحية تاني ارجنتين وبرازيل ارجنتين وبرازيل نصب العاطفة يا كابتن رمضان عشان ميسي لكذا انا اقول التيم الاجهز او المتخب الاجهز دلوقتي فنيا وبدانيا وكل حاجة برازيل اي لو برازيل وفرنسا في المباراة النهائية ده نهائي 98 بشرطة بالزبط طبعا زيدان في مواجهة رونالدو ورفاقه سنة 98 طبعا طبعا الطبعا فحيكون فرنسا وبرازيل برضو بلقاء حلم يلقاء طبع فرنسا برازيل اه فرنسا فرنسا شايفين ان فرنسا كنت حقق اكل من ر طين على التوالي بالزبط احي احتمالات هي قال年前ة تلزى حيقا لو نمار رجع طبعا يتقل البرازيل بشكل كبير جدا ويفرق ويصنع الفارق سي مانميسي يصنع الفارق في ارجنتين زي ما نيمار يصنع الفارق في برازيل النوس خديمي كاسر عالم قدت أو يعني وصلت فكر جديد للمدربين أو للمدربين الفنيين يعني كل الناس اللي عادة تتفرج المشاهد بيتفرج عشان يستمتع لكن المدرب الفني بيتفرج عشان يشوف إيه الجديد إيه الترق إيه التكتك إزاي تلعب فرق أكبر منك أو أقوى منك في الإمكانيات تلعب معها إزاي تعوض الفارق دي إزاي هل ممكن الأمور تختلف أو يعني نشوف حاجة جديدة في كورة القدم بعد كاسر عالم يعني يمكن أنا في رأيي التجربة تاعة السعودية في مباراة الأرجنتين المباراة الأولى يعني أنا بشيد بالمدرب بتاعهم بشكل كبير جدا 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 لأنه هو أي تيم كورة حتى لو تيجي تقول أي فرقة من الفرقة اللي احنا بنتكلم فيها وسط الدور 16 هتيجي تلعب الأرجنتين هتلاقيها بتقفل وبتلعب زنس ملعب ويلعبوا على ميسي إزاي بيها يوقفوه هو الراجل ما عملش كده خالص ده هو الراجل لعب دراغت من فوق عمل حاجة جديدة جدا يعني حتى هو كان بيقول بيقول أنا هلعب كده قبل المباراة أنا يعني وانت بتقول في ناس كتير جدا طبعا تناولت الفيديو اللي بين الشوتين اللي بين الشوتين طبعا هلفي نروه بيكلم لعينة المنتخب السعودي منتخب مدرب أو مدير فني عنده طموح طبعا مش 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 تسلم أو مش شايف إنه عادي على فكرة إنك إنت تخسر منتخب الأرجنتين أو إنك إنت تبقى خسران وتلعب على إنك إنت ما تزودش النتيجة أو تلعب ديفنس عشان الفرقة ما تنهارش لأ الراجل بيتكلم على إنه نزلوا نلعبوا كرة نزلوا نقفوا قدام الأرجنتين نتعادلوا نزلوا وكملوا الضغط بتاعكم يعني ما قالهم شي دا إحنا خلاص بقى نكتبك إنه ممكن واحد سفر دي نتيجة كويسة ونتيجة الناس هتقولها والمطشين اللي جايين أسهل فنراهم بقى على فولندا هو عمل ضغط على تيم الأرجنتين الحقيقة ومتخب الأرجنتين 90 ديئة المباراة كلها أو نسبة كبيرة جدا من المباراة وده طبعا يعني أعتقد يمكن دي الحاجة الجديدة اللي أنا شفتها في البطولة دي صحيح غير نتائج فوزك مش عايز أقول الصغار على الكبار لكن يعني المنتخبات اللي ما كانتش مصنفة على المنتخبات المرشحة على حي اللقب أنا كمان لحظت حاجة تانية كابتر رمودان إنه حتى المنتخبات اللي في دول ما عندهاش تاريخ ما عندهاش ألقاب ما عندهاش أندية ما عندهاش مطلط حتى على مستوى الأندية وكرة القدم فيها ما هيش يعني بالقوة أو بالرونق الكبير قوي طبعا ظهرت بشخصية مختلفة جدا طبعا يعني حاتش يقول مثلا إنه كندا اللي ما بتتأهلش أساسنا كاسعان يبقى عندها منتخب محترم منتخب محترم 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 قوي سويسرا اللي ما فهاش كورا وما عندهاش أندية موجودة أساسا على الخريطة في أوروبا ولا لعيبة كتير محترفة برة حدودها عندها منتخب محترم جدا سربيا سربيا عندها منتخب قوي جدا طبعا يعني في حاجات في الدنيا بتتغير واحنا ما بنتغيرش بصراحة أنا على كلامك منتخب صراحة ليه يعني ده بيحصل إزاي وليه وإزاي منتخبات ما لهاش تاريخ وما عندهاش أندية جماهيرية وشعبية وأندية بتحقق بطولات قرية زي مصر مثلا عندها هين الأهلي يعني بيلعب مع كبار العالم بيلعب مع كل أبطال القرات ومع أوروبا وبيقدي وبينجح طب ليه على مستوى المنتخبات ما بنشوفش ده بيحصل عندهم يعني هي بصرا أنا أقولك حاجة مبارات بلجيك ومصر الودية اللي تلعبت الحقيقة يعني النموذج أنك أنت عندك إمكانيات تقدر أن أنت الحقيقة تقارع أي منتخبات العالم يعني بلجيكا مصنف تاني أيوة إحنا بنقول ده بقالنا عشر سنين يا كبتر رمضان مشوفناهش غير فماتش بلجيكا يعني أنا بقولك أنا بقولك يعني أنت خد من بلجيكا الحقيقة ببارات بلجيكا وابني يعني ما هو التالي تبني طيب خليني ياخدك من المشهد ده هي النقلة هتبقى صعبة شوية بس لازم ننقلها من المشهد ده للدوري المصري بس قبل ما نكمل عشان ناخد بريك كده قبل النقلة الصعبة دي يعني أنا والدنيا التوارد طبعا هو الأهلي لما بيروح في أي حتة مش بس في المحلة بيبقى يوم عيد طبعا بيبقى يعني ماتش الموسم بالنسبة للفريق اللي هو راح يلعب معي وبالتالي بيبقى فيه استعدادات وفيه اهتمام بالمباراة وفيه دوافع وفيه تحفيز وفيه كل حيكة إنه ماتش بطولة على لقب الدوري نفسه يعني بصرف النظر بقى عن الترتيب وبصرف النظر عن الفوارق اللي موجودة بالفرقتين والمحلة من الملعب اللي حقيقة يعني أنا آسف ده ما هتقيل على جمهور نادي الأهل يعني أحبش نعب في المحلة بصراحة في ملعب كده يعني بتهي وزمان كان يعني أرض ملعب المحلة ده كان مطبط كده وتلاقي الكرة بتطط وفيه الدنيا كانت صعبة جدا بس دلوقتي الملعب بقى يعني بقى حاجة كويسة جدا بصراحة اتمنى يكون مباراة حلوة خصوصا أنها من المرات الندرة اللي بتتلعب على صدارة الجدول يعني بتهيئة لي ممكن تبقى مرة الوحيدة اللي الأهل في صدارة الجدول والمحلة في الوصافة أو في المركز التاني عشر نقاط للمحلة اتناشر نقطة للأهل وبالتالي في من الدوافع كتير عند فريق المحلة أن يلعب جيم كبير وخصوصا أنه بدأ الموسم بشكل كويس جدا بابا فسيليو اللي ما حضرش بين قسين كده ما حضرش تمرينت النهارده عشان أربط بالكلام اللي قلته في بداية الحلقة لأنه فيه كلام على عدم استمراره هل هيظهر في المباراة مش هيظهر في المباراة قصة دي لكن مش في حسابات خلينا ناخد رأي كابتن رمضان طبعا مرة تانية براحب بيك كابتن رمضان ربنا خليك في مشوار الأهلي وأنا عايز أقف معاك قبل ما روحنا مطش المحلة على مطش مبارح مطش مبارح وأحط معايا في نفس الخانة مطش المقاولين ليه عايز تقييم سريع أو ملاحظات كابتن رمضان السيد على مستوى الأهلي وأداءه أنا قلت في بداية الحلقة أنه من بداية الموسم من أول مطش اتحاد منستيري مع سوبر مع دوري كان الأهلي في حتة قبل التوقف وبعد التوقف حاسس أنه مش هقول فيه دروب لكن خليه أقول فيه تراجع نقو عن ما صحيح النتاج إيجابية صحيح أنك علامة كاملة قادر تكسب وتكمل لكن واضح أنه فيه حاجة مش مظبوطة مش عارف متفق معايا ولا طبعا بنسبة 100% خمس مباراة الأولين الحقيقة مستوى أنت عامل فارق ما بين أي فرقة أنت بسعيب تلعب تلاتة في الدوري ولعب واحد في السوبر ولعب الاتنين في أفريق مظبوط الست مباريات مستوى عالي جدا جدا وقلنا حتى أشدنا كلنا الحقيقة بمستوى الكورال وقلنا أنه هو الراجل متعايش بشكل كبير جدا والراجل بدنيا اللعيبة على مستوى عالي جدا جدا والراجل عمل بيعرف يعمل توليفها بشكل كويس قوي في الست مباريات يمكن أنا في مباريات المقاولين الحقيقة فيه مداربين أجانب يمكن ما يباستوى عبوش يعني يعني مسبب كاس مصر تقول لك يعني احنا ده أصل بره في قراء في الدوريات الأوروبية كلها ممكن تلاقي مثلا فرقة درجة ثالثة تطلع فرقة درجة مثلا بتنافس وحاجات كده بتاع لأن ليه دوريات بره وهنا كمان بتحصل وهنا بتحصل لكن أنا بقول لك هو الراجل يعني أولا أنت عمل تدوير بدر قوي احنا لسه في الإسبوع بس بس مش ممكن تبقى فكرة أنه برضو الغيابات قد تكون مربكة مش هقول مؤثرة المفتول أنها متبقاش مؤثرة يعني أنا لكن ممكن تبقى أربكة الحسابات شوال أنا بس يعني عاوزي أن الراجل يوصل الحقيقة لثبات تشكيل وبعدين في نفس الوقت لما يجي يعمل تغيير يعمل تغيير في اتنين لعيبة لو عاوزي يعمل تغيير أنت إجباري كده غاب عنك محمد عبد منعم وغاب عنك عبد منعم وغاب منك متولي وغاب منك حمد الفاتح في مؤثرة في يعني أنت عندك أربعة من اللي كانوا نص الفرق تقريبا يعني يعني أنا أنا بقول أن تيم ينادي الأهل لما بتثبت الحقيقة لا بيصنع فارق الحقيقة والمدرب بيصنع فارق احنا إحنا عادنا مع فيلر الحقيقة 16 مباراة أو 17 مباراة منك في الموسم اللي هو حاسم فيه الدوري بدري جدا 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 حتى لما مشي كان هو حاسم الدوري وكمان اللي يتحاسب لفترة فيلر دي كجمهور يعني ما بقيم دايما بقيم جمهور يعني أنا مش خبيل زي حضرتك طبعا أو يوفنا في السادسة كان يتحاسب كمان أنه إحنا حاسين أنه تطوير فيه أداة بيتطور وفيه كرة منكسب زي الفل بالضبط وجبنا ألقاب زي الفل بس كان فيه حتى دايما نقص عند جمهور كده أنه حلوة الأدب يعني هي في الثلاث أربع مدربين الأخر كان فيلر اللي كان لنا ديت مزبوط الحقيقة أنت بتكسب بأداء بجماليات بتستمتع يعني بتستمتع بالنتيجة بتستمتع بالأداء وشايف الفرقة شخصية الأهلي وشخصية الأهلي وإنت كمان بتلعب بره بتلعب جوه بتلعب في أفريقيا وصلت النقطة يا أحمد نقطة مهمة جدا أنه أنت ما تقولش إيه النهاردة الأهلي هيلعب مثلا أي سي أي تيم بتقول مثلا هيعمل إيه أنت بتقول هيكسب كام بظبوط وهو ده المفروض يعني ده المفروض الحقيقة أنا أعتقد ده نص ده مش مبالغة إحنا كنا بنقعد مع بعض في الأعادة كده يا جماعة هنكسب نهاردة كام أحد يقول لأتنين أنا أقول لأتلات هنكسب بأربع يعني مش هنكسب ولا هنتعادل ولا هنكسب فهو الحقيقة أنا نفسي في خلال الفترة اللي جاية خلاص يرجع تاني أولا محمد عبد مينم رجع نهاردة متولي حضر التمرينة معلول شارك في التمرينة حمدي فاتح زار في مطش مبارح فبالتالي مطش المحلة حساباته مختلفة شوية عن الطلاع مطش المحلة مفروض مباراة كمة زي ما أنت بتقول يا أحمد مفروض حلة في المرجز التاني يعني اللي يكسب يقوم دايز بقى على الجدول لازم ترجع بلعابتك بقى لعابتك كلها اللي هي بدأت بيها واللي أنت عملت بيها تفوق في نتائج إيجابية وفي نفس الوقت كان الأداء كان الأداء يعني كان هاي الحقيقة فأعتقد أن احنا لازم نرجع للمرحلة دي في مبارات المحلة بزيات لأن أنت عارف المرحلة في ملعبها وراء صعبة جدا جدا يعني من 20 سنة أنت بتروح المحلة وأنت بتبقى تيم جامل جدا المرحلة بقى صعبة فبالتالي أنت لو لعبت بتشكيل الأساسية بتاعتك أعتقد أن أنت تقدر أنت شايف المحلة زي بالمناسب يعني أنا كنت بتكلم الحقيقة في بداية الحلقة النهاردة على المطر أنا شايف أنه يمكن على الرغم من الفرقتين مش بس المحلة كنت بكلمة على المحلة والاتحاد مع بعض الاثنين كانوا بيعانوا وبيصرعوا في الموسم الأخير من كام يوم ومن كام شهرين واللحاجة الاثنين بيصرع عشان يهربوا من الهبوط لكن البداية السنة دي وكأن زوران مع الاتحاد وبابا فسيليو مع المحلة عملوا فرقتين جودات خالص الاثنين بدأوا الموسم بداية قوي جدا وعلى أروع كرة هجومية نفاجة بزرق كويسة محلة مركز تاني النهاردة عشر بنت ثلاثة مكسب وواحد عدل شايف المحلة ازاي وإيه اللي اختلف 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 الحقيقة زي ما انت بتقول بالضبط المدرب الجهاز الفني اه طبعا جهاز الفني جهاز الفني فرق مع تيم المحلة بشكل كبير جدا 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 أولا بيلعبوا كرة ما فيهاش خوف بيلعبوا كرة هجومية وفي نفس الوقت ما بيلعبوش كرة هجومية مثلا بيعتمدوا في التلت الهجوم مثلا بتاعهم على اثنين لعيبة ولا لا ده بيروحوا باربعة خمسة لعيبة عشان جدا حتى هم اسكرهم كويس يعني جابوا جوال في كل مبارياتهم لا طبعا المدرب فارق معهم بشكل كبير جدا جدا الاتحادش كان دالي نفس الحكاية الحقيقة برضا كهيا دي نفس اللعيبة الموسم اللي فات ممكن دعموا باثنين ثلاثة لعيبة لكن لا المدرب حصد بصمته والمدرب صانع الفارق اذا كان في الاتحاد او اذا كان في المحلة من بارح في المباراة من الملاحظات اللي يمكن يعني لفتت نظرة او يهمني اتكلم فيها مع حضرتك هي فكرة اللمسة الاخيرة ودي واحدة من الحاجات اللي هي برضو نقدر نقول خرجنا بيها من الموسم اللي فات وكنا محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير السيزن ده البدايات حسيتنا حسيتنا ان في تطور يعني نوعا ما لكن مبارا وفي مطش الماولين صح حسيت برضو انه مش عايف هال لود هال المنافسة جوه كل مركز عاملة ضغط على اللعيبة كل واحد عايز يقول انا احاول انا اجدر شايفها ازاي لانك برضو مبارا بعد ما استقبلت ابتدت هجمت وتعدلت وضيعت وصلت كتير يعني قدرت تخلق فرص كتير ما كانتش الاداء حسن حاجة بس وصلت بس ما ترجمتش الوصول ده هنقول لك حاجة الشوط الاولاني انا في رأيي من اسوأ الاشواط اللي النادي الاهل عملها في خلال بقى السبع مباراة اللي هم اللي هو الاهل شوط اولا ما فيهوش كرة فيهو بس باس كتير قوي وما فيهوش الحاجة اللي هي بتميز لعيبة النادي الاهل ان انا بقاتل عشان اكسب الروح الكتلية ما مش موجودة خالص بدليل ان احنا ما فيش فرصة الشوط الاولاني شوط الاولاني كل وشوف ده بقى سبعة واربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة وديقتين الوقت بضايع ما فيش فرصة النادي الاهل صنع هو عدد كولر اعترف بده في المؤتمر قالك احنا مجناشش الشوط الاولاني بالزبط وده انعكس حتى بين الشوطين في غرفة الملابس فيه لعيبة فيه لعيبة يعني من بدري كده يعني لازم تحس لعيبة كبيرة لعيبة كبيرة جدا ولعيبة عندها اللعيبة المميزين جدا ويقدر يجيب لك جول في اي وقت ويقدر يصنع لك جول في اي وقت لكن انا حس ان هو في بخل في عطاقه لازم لازم يدى اكتر من كده احمد عبدالله ده ممكن من اللعيبة المميزين مش في النادي الاهل في مصر بس للأسف شديد انا بقول ان هو بلاش البخل ده احمد يعني لا دايس دايس بشكل قوي جدا جدا في الفترة في الفترة اللي جاية دي يعني زي ما قلت ولكنه اجاد الحقيقة في ال يعني انا بتاق مش فاكر لعبدالله اللي جاب جول براسه قبل كده لا طبعا هو ده خطفه كمان خطفه لان هو جاي من بعيدة اه جاء خطفه انا بقول هو قادر ان يصنع الفارج احمد عبدالله ده اللعيب من اللعيبة اللي هو الدهولة يعني اللي احنا شفناه منه عنده امكانيات رهيبة رهيبة يعني من اللعيبة اللي في نصر الليلة اللي بيحط الكرة تحت رجله وما تعرفش هو هي رايح فين وهيعمل ايه وهيجيب ايه فلازم احمد يدوس على نفسه شوية ايه ليه ليه وللنادي الاهل طبعا يعني هيدوس على نفسه ليه وللنادي الاهل عشان عشان يدي النادي الاهل ويدي منتخب مصر انا في رأيي ان لما قايمة منتخب مصر تتعامل من غير احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مقصر في حق نفسه اتمنى الحقيقة انا شايف انه عبدالقادر من اللعيبة اللي تراهنا عليها كمستقبل لكرة كرة مصرية كلها مش بس النادي الاهل طبعا طبعا حطيت ايدك على المراكز اللي ممكن او تحس انه مستركولر ممكن يكون بيفكر فيها لتدعمها او انه يكون فيها صفقات في موسم منتخلات شتوية يعني انا في رأيي انه لازم تجيب من مهاجم او اتنين ومهاجم او اتنين ايه النادي الاهلي ايه مش اي مش اي اتنين مهاجمين تتكلم على محترفين اجانب كبس رمضان اه طبعا وتقال يعني اللي انت عارف ايه المهاجمين اللي هم في كل مباراة يسجل لك يجيب لك جول انت عندك الامكانات دي يعني عندك امكانيات لعبتك ان انتك تقدر اولا فيه صناعة لعب بشكل كواس قوي لما يكون عندك بقى مهاجمين مميزين اعتقد انت تحسن النتيجة بدر في اي مباراة تلعبها ما تتحطش في انك انت مثلا فاضل خمس داي وانت لسه سفر سفر او الحاجات دي كلها لا فدي ده مركز من المركز اللي محتاجين فيها محتاجين جناح يعني جناح على مستوى عالي او جناحين كمان احنا قلنا الاجناح السندي اكتر اكتر منطقة فيها صراع بين الاسماء اللي موجودة وكمان بعد الدخول كريم لانه الراجل بقى بيوظف كريم على انه جناح دلوقتي عندك عندك كريم فؤاد عندك حسين الشحات عندك بسيتاو عندك طهر عندك عبدالقادر عندك شدي حسين وشريف ممكن يلعبه اجناح عندك كهربا لما يرجع يعني بص انا اقول لك حالك ايه انت بتكلم مثلا حسين الشحات بتكلم على كهربا لسه مشكلة طهر طهر انسى طهر ازاي طهر محمد طهر لان طهر محمد طهر تدايجي اه تدايجي اللي احنا كنا بنشوفه في المقولين العرب كريم فؤاد الحقيقة انا في رأيي في توظيفه الرجل بيوظفه في حت الجناح ده يعني حاجة تحسب تحسب له لانه هو كمان عنده امكانيات مشهر الله ده هو هدف الاهلي المسلم ده اه طبعا يعني كريم من باقرايت لجناح هدف الفرق ايه وحتى امباري حتى في الكل وبيصنع كمان اه طبعا التزديد مثلا هو المسدد بالشمال وباليمين والحاجات ده كلها فكريم الحقيقة برضك حالل جزء كبير جدا من المركز ده برضه حتة الديفندر محتاجين او صناعة اللعب محتاجين واحد على مستوى عالي جدا جدا جنب جنب برونو سافيو جنب مجدي افشن جنب ولا جنب دايرة جنب السولية وديانج وفتحي ديانج والسولية وحمد فتحي التلاتة جمدين جدا بس برضك فيه اوقات في حد بيقع برضه يبقى حد موجود يبقى البيقع ده بيلاق مكان ده مهم جدا يعني سادد المكان اكرم بيلعب حتى زي كبتر رمضان اه طبعا اكرم بس هو اكرم خلاص اكرم خلاص اه خلاص دلوقتي يعني انت رأيك اكرم ما يرجعش لا 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 طبعا اكرم اعفل الحتة اللي مين خلاص في نادي اهلي ومتخب مصر يعني ناقصه اي اكرم يعني يبقى عالمي يبقى اهدى اه اكرم لو هدي ومعه كورة هيبقى حاجة جمدة جدا لكن اكرم عصبي يعني هو ممكن يكون مثلا التفكير الاولاني بتاعه ان يستخلص الكورة ان هو يبقى بكوة وبعنف وبالحاجات دي كلها بالحكس ده هو مثلا فيه مباريات لما بيعملها بيهدوء لا بيستخلص بسهولة وفنقصه بقى حاجة ان هو يكمل في التلتة الهجومة ويبقى ليه خطورة في التلتة الهجومة وعنده الامكانات دي بس هو لازم يهدى في مركز ثاني المساك المساك مع متولي وعبد المنعم ويسا وربي محتاجين الحقيقة حد يكون تقيل برضو ايه السيناريو من وجهة نظرك امسا لتعامل مع المحلة في المحلة في المباراة اللي جاي قبل ما هروح على المحلة معالم علول لازم باكلفت باكلفت اه طبعا محمد أشرف قدامه شوية لا قدامه شوية قدامه شوية قدامه شوية اه يعني لما تيجي يعالم علول اللي قدر الله في إصابة أو طرد إنذارات أو إيقاف أو أي حاجة لازم اللي هيبقى بديل العالم علول يبقى في نفس المستوى يعني دي مهم بي جدا مباراة المحلة اه مباراة المحلة اعتقد ان الراجل لو رجع للتوليفة الأساسية اللي بدأ بيها ست مباريات لا يعني النادي الأهلي ممكن يعمل نتيجة أجابية وأداء كمان يعني لأنك انت لما ترجع الحل المبادرة بتفرق معنا يا كابتر رمضان يعني بحيث انه اه طبعا الاهلي لما بيسجل الاول بيبقى الجيم مرتاح و بتبقى الكورة سهلة بالظبط والعكس الصحيح لما الاهلي بيستقبل الاول معرفش ليه الحسابات بتطلقبط والدنيا بترتبك و بيقفيه سربعة و بيقفيه تنشانة المبادرة في الاتنين المبادرة ان انا اجيب جول و دي بتفرق بشكل كبير جدا والحاجة التانية المبادرة ان انا انا اللي فرض ريتم انا على الفرقة التانية ماينفعش انا عقب مثلا في امبراط المقاولين 45 دي انا مش عارف افرض ريتم على الفرقة المقاولين دي هدي المشكلة مش مشكلة انت ما جبش جوال عارف انت لو فرض ريتمك و بتضيع و بتوصل و بتختارك و ريتمك سريع واستحواز مافيش مشكلة يعني زي ما انت بتقول دي المبادرة دي حاجة مهمة جدا جدا في تيم النادي طيب خليني اقتك لنقطة مرتبطة بالدوري شوية و دي يمكن تخصين احنا اكتر كاهلوية يعني انا بتهقليش انه في جمهور نادي تاني بيحس بيها قوي زي الاهلي و يمكن شوية جميل الزمالك انه مطشاطك كلها كاهلي بتبقى صعبة اي ان كان بتلعب مع تاني الترتيب او بتلعب مع اخر الترتيب بتحس انه الفرق اللي قدامك مستقسدة ومطلعة افضل معندها ومتهلي الموقف ده بيحصدش مع معنادي الاهلي فبالتالي هل تتوقع انه اللي شوفناه في كاس العالم انا نفسي عشان الدوري مش عشان الاهلي وغفا نحن في الاخر بنكسب وبناخده طوله بردو هل تتوقع انه المدين الفنين الاندايا في مصر يشوف بعد ما شوفوا كاس العالم وشوفوا النتائج وشوفوا المنتخبات الصغيرة ومنتخبات الكبيرة يشوف كرة هجومية اصلي المباراة يا كابتن رمضان مش صراع لنقطة المباراة فيها كرة فيها انا بلعب على تتلقات وانت بتلعب على تتلقات فيها لحظات مطلوب مني ان انا دافع وفيها لحظات مطلوب مني ان انا هاجم وبيبقى الملعب مفتوح واللعيبة بتجري وفيه جمل وفيه لكن فكرة اللي هو ما هو اي حد في الدول انا ممكن على فكرة امسك بكرة فريق ارص ال 11 وراء وقعد ادافع طول التسعين دقيقة ما فيهاش ابناء ما فيهاش ابداع هل تتوقع انه ده نصة كاس العالم بما انها جايف من نص تأثر على مستوى الكرة والنص ونشوف كرة في الدوري مختلفة عن اللي احنا متعودين يشوفها المفروض المفروض ان انا بعد شفت مثلا اليابان بيكسب اسبانيا والمانيا بيشوف السعودية بتكسب ارجنتين بيشوف النتاج الفرق اللي هي مش صغيرة اللي هي بعيدة بتعمل مبارك بالشكل القوي جدا ده اعتقد ان كالمداربين مصريين لازم ناخد اي انا النهاردة ما انا ممكن انه واحد دفعي اول ما بفقد الكرة ما بنزل تحت الكرة دافع فخلاص ما فيش مشكلة لكن ان انا تواجد في نص ملعبي وحتى لما استخلص الكرة اعمل هجمة مرتدة مثلا بالعيب او اتنين لعيبة وطم ده خلاص ده انت كده ما فيش مساحات خالص يعني اولا انت ما بتسعاش ان انت تكسب ما بتسعاش انت تروح في مساحات ما بتسعاش ان انت بتعمل كسافة عالدية في التلتي الهجومي وده مشكلة وفي نفس الوقت ما تقلقش اي مدرب ما يقلقش اعمل الوجب الهجوم بتاعك بكسافة وفي نفس الوقت اول ما تفقد الكرة كل منتخبات العالم برجعها تحت الكرة صحيح اتمنى التوفيق للاهلي ويستعيد نحافظ الاول على سلسلة الانتصارات اللي بدأناها بداية الناس مع مستر انا لايه تعقيد بس فضلك لايه تعقيد البنالة بتاع مباراة اللمس للأسف الشديد انا شفت ناس بتحلل او بتتكلم بتقول ان دي مش بنالتي يا جماعة ده اللعبة دي تلاتة بنالتي في لعبة واحدة يعني تلات ضربات جزاء في لعبة واحدة يعني مش ضرب الجزاء وعلى واحد ده الحارس تلاتة يعني الحارس احتكي مع تلاتة العينة اي و بعد كده مع نوسافيو صحيح اه فالناس يعني ارجو نقوله الحقيقة اي هو الحكم ممكن لو كان حسابها من الاول او صفرها من الاول ما كانش حصلت حالة الجدل دي لكن في النهاية كان القرار صحيح وقرار سليم ونتمنى الحقيقة انه يعني في اللي جاي بقى احسن انا قلت قبل كده لا تحكيم ولا فار ممكن يعطلك طول ما انت الحقيقة بتسجل واحد واثنين وثلاثة واربعة وبتدي نفسك اريحية ضد اي سيناريو يعني ما يكونش في الحسابات نتمنى ان شاء الله كورت الاهلي ترجع مع المحل بشكل افضل بشكل اقوى بشكل اصرع زي ما ابتدى الموسم مع ميستر كولر واعتقد ان شاء الله باذن الله مع عودة المعلول متولي مع منع بشكل فريق اعتقد الى حد كبير جدا يستعيد توازنه على الاقل في المطشاط اللي جاي بشكرك شكرا شكرا جزينا استمتعنا بك وعدتنا بنهاي بين فرنسا والبرازيل والأرجنتين اللي احنا قلنا فرنسا والبرازيل على كل احوال هو في جميع الاحوال يعني كاس علم ممتع نتمنى لكم يعني تاخدوا جرعة كروية كده ممتعة وهنرجع مرة تانية طبعا نتابع الدولي العام بس بالتأكيد ان شاء الله بإذن الله بطولة استثنائية من بطولات كاس العالم بشكركم مع المتابعة بكرا ان شاء الله بعد بكرا ان شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسا دسا